هنفتح سواء على صفحة 114 هنطلع فوق هلاقي انه حطلنا كارون مكتوب فيه التنظيم الملائم للعمل يؤدي الى زيادة انتاجية العمل وبالتالي زيادة الكدرة التنفسية نفس الشي هون بنعرف انه كل وظائف الادارية تؤدي بالتالي الى زيادة الكدرة التنفسية هون بدنا نعرف اشكال الهيكل التنظيمي اذا نحن عنا كذا شكل للهيكل التنظيمي الاول هو التنظيم حسب طبيعة النشاط ما معنى طبيعة النشاط طبيعة النشاط يعني هو ما هو النشاط الاساسي الذي يكون به عنا مدير عام تحت منه للمدير العام بيجي فيه مدير مالي اللي بيتعلق بالعمليات المالية بالمؤسسة مدير الانتاج اللي بيتعلق بالانتاج مدير المبيعات وبالتالي مدير الافراد مدير الافراد هو مدير التوظيفة وبالتالي مدير شؤون الموظفين التنظيم حسب الموقع الجغرافي كمان عنا مدير عام تحب منه عنا فرع بيروت فرع ترابلوس فرع صيدة فرع زحلي هون متل عم نحكي بالمؤسسات الكبيرة يعني مسلا متل آآ لانقول خوري هوم او متل لانقول آآ آآ يعني معمل كبير الو الو افرع الو افرع ببيروت بطرابلوس بصيدة وبزحلي يعني هون عم نحكي عم مستوى المشاقات الاقتصادية الكبيرة مش المؤسسات الفردية او العائلية اللي حكينا عنه نقبل آآ على صفحة مية وخمسة عش في عنا تنظيم على اساس السلعة عنا المدير العام مدير الالات الحاسبة مدير الاجهزة التلفزيونية مدير البرادات مدير الغسلات فاذا كل سلعة الى مدير خاص فيها يعني مدير خاص بنوع السلعة التنظيم على اساس العملية عنا ادارة التصنيع عنا عوشي مدير العام ادارة التصنيع اللي بتصنع السلعة ادارة التجميع اللي بتجمع القطع ادارة التدقيق اللي بتدقق بالسلعة النهائية وإدارة التوضيب لما نحن نعلم السلعة وناخدها على الأفرة لحتى نبيعها فإذا هولي الهيكل التنظيمية الهيكل التنظيمي لازم نحن نعرف كل واحد شو اسمه وشو نوعه يعني التنظيم حسب طبيعة النشاط حسب الموقع الجغرافي حسب السلعة وبالتالي على أساس العملية هولي أكيد لازم نعرفه العملية الثالثة الإدارية اللي نحن بدنا نحكي عنها هلأ هي التحفيز ما معنى التحفيز التحفيز هو أنه أنا أعطيك روح معنوية بقلب الشغل يعني كيف يعني بتقولولي أنا موظفي بشركة بيجي مديري بيقلي والله أنت كل هالفترة كنت منيحة بقوم بيعطيني بونيس على العيد أو بيعطيني كادو على العيد فإذا هيدا الشي بيعملي تحفيز بصير أنا مني لحالي بدي أعطي أكتر أو بالصف خلينا ناخد مثلا بيتعلق فيكم إذا أنتو عم تشتغلوا منيح بالصف وعم تعملوا بروجيات فبقوم أنا شو بعمل بزيد لكم علامة هيدا العلامة بتعطيكم روح معنوية بتحفز لكم الروح المعنوية وبالتالي أنتو بتصيروا بتكون تعملوا أكتر بتكون تشتغلوا أكتر بيكون تدرسوا أكتر فإذا هيدا بيحفزكم يعني بيعطيكم دافع أنكم تشتغلوا بطريقة أكتر عندنا نوعين من الحوافز الحوافز المادية والحوافز المعنوية المادية بكل شي بتتعلق بالمصاري كل شي بتتعلق بي مش بس بالمصاري كل شي ملموس يعني إن كان رواتب وأجور أو جفت يعني كدوع عم يعطينا إياه صاحب الشغل أو يمكن يقدمونا شي مرة مثلا بريكفاست رويقة أو حيلا شي تجيع الحوافز المعنوية مثلا أنا بقلكم يلا بدنا نشتغل شغل جماعي بالصف هيدا كمان حافز معنوي بدلا ما تشتغلوا عمل فردي بتشتغلوا عمل جماعي بقلكم مثلا أنا إذا أنا كنت بالشغل مثلا مدير قال لي بدي رقيك بدي حطك بي بوزيشن أعلى كمان هيدا الشي بحفزني إذن التحفيز يؤدي لزيادة الانتاجية وبالتالي زيادة القدرة التنفسية هنفتع على صفحة 116 التوجيه ما معنى التوجيه فإذن التوجيه هو إرشاد العاملين يعني أنا بقلهم لازم تعملوا هيك لازم تشتغلوا على هيدا الطريق لازم ما تغلطوا فإذن أوجههم أعطيهم النصائح والإرشادات الرقابة هوني الرقابة شو معنات الرقابة إلى كتير معايير الرقابة رقابة أني أنا صحح الأداء يعني دائما بكل مرحلة مما راحل الإنتاج لازم أنا رائب قارم بين النتيجة المتوقعة والنتيجة الفعلية اللي أنا عم بحصل عليها يعني إذا أنا عم بصنع شوز وقام طلع لي شوز فيه دفه هل هو هيدا الشوز أنا متوقع أنه تحصل هيدا النتيجة ولا لا فإذا أنا علي رائب علي شوف وين الخطأ اللي صار مش أنطر لآخر شي لحتى بيعه للزبون ويقل زبون فيه دفه نو بكل عملية يعني بكل مرحلة من مراحل الإنتاج لازم أنا رائب ليه لحتى الدلة آآ يطلع عندي أول شي إنتاج آآ سليم يعني خالي من الأخطاء وبالتالي أني أنا أقدر دغري فور حدوث الخطأ شوف أنا وليه عم يحصل الخطأ من من المكانة اللي عم بيستعملها من الماشين ولا من العامل ولا شو ولا من المواد الأولية هي ذاتة نوعية مش جيدة يعني نوعيتها منا منيحة فإذا هون أنا علي أعرف آآ شو الخطأ اللي عم بيصير عنا معايير بالإنتاج يعني أنا لازم حط معايير يعني قدي مثلا لازم استخدم مواد أولية قديش لازم يروح عندي دفايات للكاب قديش ممكن الآلة تتعطل اللي أنا وعم بيشتغل المبيعات حجم المبيعات يعني أنا بدي أتوقع قديش ممكن بيع من هيدا الصنف قديش ممكن يجيني زباين جدد قديش ممكن يفل زباين من عندي كل سنة عندي معايير رقابية في الأفراد كمان قديش عم بيغيب عندي عاملين بالسنة قديش في عندي عمال عم بيستقيلوا بالسنة قديش عم بيصير في عندي معدل حوادث عمل يعني قديش في عندي عمال عم ينصابوا خلال الشغل عم بي مثلا عم بيروح إيده عم بيروح إجره عم بيوقع عندي معايير رقابية مالية قديش أنا عم بيعني عم بيكون عندي سيولي بقلب الشركة عم بيكون عندي كاشماني بين ايدي قديش عم بيكون في عندي ديون يعني قديش في زباين عم تتديم من عندي فإذا كله هولي بيتعلقوا به المعايير المالية هولي لازم نحنا نعرفهم أكيد بدنا نفهم وفهم يعني هولي الرقابة أكيد مشكلة بنقرأها بنفهمها فهم وزيب بدنا نعرف 2-2 من المعايير يعني المعايير الرقبية في الانتاج بنعرف المعايير الرقبية في المبيعات من سطر 2 انتو بتنقوا 2 عزوكم بكل معيار من المعايير